انتقدت الخارجية الإيرانية المصادقة على مشروع قرار حول حقوق الإنسان تبنته عدد من الدول الغربية واعتبرت أن مشروع القرار اعتمد على مصادر غير موثقة وأنه قرار غير جدير بالاهتمام يأتي ذلك فيما كشفت تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تواصل الامتثال لالتزاماتها حول برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي المؤقت مع القوى العالمية الست أكدت تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تواصل الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المؤقت مع القوى العالمية الست وأوضح التقارير الشهري للوكالة أن إيران لا تخصب اليورانيوم لأكثر من التركيز الانشطاري المحدد بنسبة 5% كما أنها لم تحقق أي تقدم آخر في نشاطاتها بمنشأتين للتخصيب ومفاعل للماء الثقيل تحت الإنشاء غير أن التغرير قال أن إيران أوقفت أيضا بشكل مؤقت تحول أكسيد اليورانيوم إلى وقود للمفاعلات وهي عملية تستهدف تغليل صلاحية المادة لأي محاولة لتصنيع أسلحة نووية ويأتي ذلك مع نفي إيران سعيها وراء مثل هذا الهدف التغرير أشار أيضا إلى أن إيران أوقفت في نوفمبر الماضي بشكل مؤقت عمليات التحويل وتصنيع الوقود استعدادا لعمليات التحقق من المخزون الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة والذي جرى معظمه في ديسمبر كانون الأول الجاري من جهة أخرى أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان أن مناورات محمد رسول الله الكبرى للجيس ستبدأ اعتبارا من الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري في جنوب شرق البلاد موضحا بأن الرسالة في هذه المناورات لبلدان المنطقة هي رسالة السلام والصداقة وعن قدرة بلدان المنطقة على إقرار الأمن بنفسها من جانب آخر أدانة المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفقم المصادقة على مشروع قانون حول حقوق الإنسان في إيران من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة معربة عن الأسف لاستمرار بعض الدول الغربية في استغلال آليات وأدوات حقوق الإنسان بالمنظمة وتابعة المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية أن مشروع القرار والذي تبنته كندا تمد على مصادر غير موثقة وعلى أساس مواقع إعلامية مرتبطة بجماعات إرهابية سيئة الصيت وملئة بمزاعم لا أساس لها وغير موثقة وهو قرار يفتقد للوجاه والمصداقية وغير جدير بالاهتمام ترجمة نانسي قنقر